معاكم النهاردة إيمان مختار وبنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا 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 يمكن الست بتتكلم فيه في قاعدة وهي متضايقة الست بتشتكي إن جوزها قاعد في البيت النهاردة عنوان حلقتنا جوزي ما بيشتغلش جوزي قاعد في البيت طب أعمل إيه؟ خلينا الأول خلينا الأول لازم نقول أنواع الرجالة وإن فيه منهم مظلوم غصبا عنه يعني طبعا مع الكورونا ومع الظروف اللي فاتت دي كلها الكام سنة اللي فاتت كان فيه ناس كتير جدا بتشتغلوا في شركات ووظائف واضطروا أن هم يعودوا في البيت اضطروا الأسباب مرضية أو اضطروا أن فيه شركات يعني يمكن خفضت نص العمالة اللي في الشركة وكل العالم عمل كده مش بس في مصر طيب جوزي قاعد في البيت كان بيشتغل وفجأة سهب الشركة اللي بيشتغل فيها أو الوظيفة وقاعد في البيت فيه نوع تاني من الرجالة جوزي قاعد في البيت بس ده يعني ده هنعمله حلقة خاصة بيه بس لازم نقوله الراجل اللي مالوش مزاج يشتغل الراجل العويل العليل الباشا في نفسه برنس كده في نفسه تلاقيه قاعد كده في البيت ومسيطر كده وبيدي أوامر كده وبياكل وبيشرب وكده وبيتغزة وهو مش عايز يشتغل طب يا حبيبي ينزل يشتغل لا ومش لاقي شغلانة تليق بيه نجم في نفسه كده يعني هو مستخسر نفسه في أي شغلانة ينزل يشتغل طيب فيه راجل تاني أنواع تاني من الرجالة ده بقى الراجل اللي نشيله على الراس قوي مشي الراجل اللي قد خدمته وخلص شغله وطلع على المعاش الراجل ده ستين سنة لغاية ما وصل ستين سنة الراجل ده عمل كل اللي عليه اشتغل وشل مسئولية البيت وقام بمسئولياته وواجباته فيه ستات ما بتفهمش أو ما بتستوعبش يعني إيه جزء هتلع على المعاش لأن هي طبعا طول الوقت متعودة علينا هو برا البيت يعني بيجي يا دوبك لكم ساعة يأكل يوعد معهم ساعة وينام فإزاي بقى أنا كست برضو عشان ما عملش مشاكل وما حسسوش أنه هو إيه ده يعني عمري راح وأن أنا قاعد في البيت مليش لازمة ومليش قيمة وكل واحد في حياته لأن مع سرعة الحياة الولاد في حتة والست بتبقى خلاص اتعودت إنه هو مش موجود طول الوقت هنخلي بالنا من حاجات النهاردة ومن دكاترة متخصصة عشان نفهم إزاي أتعامل مع سايكولوجيت يعني إيه جوز يتلع على المعاش وقاعد معايا في البيت نمازج كتير جدا وكمان فيه الزوج اللي مش واخد على المسئولية يا حبيبي ماما ربيته إنه هو لو كحكوا حتين الصبح ورايح المدرسة تقعدوا شهرين في البيت وتجبلو شهادة مرضية من الدكتور اللي على الأول الشارع وحبيبي بيكح حبيبي سخن أصله مكلش كويس مبارح ما تغزاش فيعود له يمين في البيت أهو بقى حبيبي الصغنان ده لما بيجبر وبيتجاوز ما بيستحملش الشغل وما بيستحملش المسئولية مشكلة زي دي تخليني مش طيقة جوزي ولا طيقة عيالي مشكلة زي دي تخليني أحس إن أنا ضحية إن أنا ليه بشتغل واجيب فلوس وشقيانة ورايحة وجاية وبشتغل سواقة وطباخة ودكتورة ومدرسة الستة المصرية شيلة 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 كبيرة فلما بتلاقي جزعات في البيت بالطريقة دي وكمان بيبقى دايما الراجل اللي قاعد في البيت ومش حاسس بالمسئولية دايما تلاقيه بيبستف في الست ويكسر مأدفها ويقلل ثقتها بنفسها ودايما يطلع فيها عيوب يعني لو راجع من الشغل الشيء لو بتاع أنت إيه اللي أخارك وأنت مش عارفة أن أنا صاحي ومن غير أكل يا أخي ولها تسلم إيدك يا أخي ولها الله يعينك الله يعينك يا حبيبتي أنا عارف أن أنا متقل عليكي فخدي بالك خدي بالك حبيبة قلبي الراجل النوعية دي بيكسر ثقتك بنفسك طول الوقت عشان ما يحسسكيش أن أنت رجبة على الموقف أن أنت اللي بتشتغلي وأن أنت اللي بتصرفي وأنه هو عاويل أو أنه هو مش قادر يعمل اللي أنت بتعمليه فكل الحاجات دي هنحكي فيها في الحلقة كل المشاكل النفسية دي هنتكلم فيها في الحلقة هنحاول ندي حلول لي أنا كست أعمل إيه لو أنا جوزي قاعد في البيت بجميع أنواع الرجالة القاعدة في البيت وأتعامل إزاي مع الراجل ده بما يرضي الله إحنا دايما في برنامجنا بنحاول نلم البيت بنلم البيت ونعشش كده في البيت ونشوف المشاكل إيه نحلها لكن إحنا لا عايزين انفصال ولا عايزين طلاق عايزين حب في البيت حب المواد ده والرحمة والحب إيه المشاكل هنحط إيدنا عليها عشان نعرف نحلها